اشتركوا في القناة ادارة النادي الاهلي عشان يتولى منصبه الجديد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي نتمنى التوفيق طبعا لكابتن شوقي في مهمته الجديدة واملنا كبير جدا تكلم على اسمين كبار الحقيقة تتكلم على كابتن بادر رجب اللي انا حلمته واتمنيت من فترة طويلة جدا انه يكون موجود داخل القطاع تجربته وخبراته مش بس تؤهله لكده لكن كمان تخليك متحمس انه دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي يتعظى وخد بالك لانه في كلام كتير بيتقالع على فكرة قطاع الناشئين واحنا في زمن الاحتراف والاستثمار انه الاهلي بيبقى بيعتمد على العيب الجاهز ودي ما اقول اعتقد انها تغيرت او اصبحت مش في محلها في السنوات الاخيرة بص على فرقة النادي الاهلي هتجد تقريبا تقريبا يمكن نص الفرقة من ولاد النادي الاهلي صحيح في منهم خرجوا يسقلوا مهاراتهم يكتسبوا مزيد من الخبرة ياخدوا مساحة للتجربة والاحتكاك والاحتكاك ورجع بعد كده للاهلي نجوم كبار منهم محمد عبد المنعم منهم احمد عبد القادر منهم محمد شناوي رامي ربيعة من ولاد النادي الاهلي خرج طبعا راح سبورتنج شونا في بورتغال ورجع تاني محمد هاني وغيرهم وغيرهم ده على سبيل المثال مش على سبيل حصر فقطع الناشئين في الاهلي اه مؤثر يمكن اللعيبة بتبقى عندها فرصة صعوبة انها تاخد فرصة في البدايات لكن ده ما يمنعش ان القطاع بيشتغل بشكل كبير جدا على الخامة او على الكواليتي اللي تليق باسم النادي الاهلي فوقت ملاوات ممكن يخرج يكتسب مزيد من الخبرة يحتك يقدر يحط رجله في الملعب بشكل اساسي ويتقلق مع عنده كتير جوه مصر وبرا مصر وفي النهاية بيرجع لبيته النادي الاهلي وده ما صار الحقيقة مطلوب جدا في اللي جاي فرهانة على كابتن بدر رجب وكابتن محمد شوقي كبير جدا فترة التوقف